السلام عليكم هذا عمر يحييكم مرحبا بك معي في فيديو جديد من فيديوهات الألعاب التي نقدمه مرحبا بكل محبي وعشيق لعبة تنانين أسطورية في هذا الفيديو سوف أتحدث قليلا عن متجر العاشرة في التحديث ما قبل الأخير للعبة تنانين أسطورية أصبح في العاشرة هناك متجر ثابت فيه بضائع ثابتة يعني بضائع تتواجد دائما وأبدا بضائع يمكن لك الحصول عليها في كل أسبوع تقريبا طبعا كل أسبوع يتم تجديدها لكنها تبقى نفس البضائع في متجر العاشرة صديقي سوف أشرح لك ما هي أفضل الأشياء التي يتوجب عليك أن تكون حريصا للحصول عليها إن استطعت ذلك بطبيعة الحال هنا سوف تلاحظ أنه عندما تم التحديث كان لدي أكثر لنقل من نصف مليون قطعة من عمولات العاشرة الآن استهلكت كلها فقط في شراء البضائع الموجودة هنا بالنسبة للبضائع الصديقي المتواجدة هنا دعنا نفصلها واحدة تلو الأخرى بالنسبة للبطاقات الموجودة هنا هذه صديقي بدون عمولات الموجودة هنا تستطيع الحصول عليها كيف ذلك صديقي؟ من خلال صديقي هذه العمولات المتواجدة هنا من خلال حزم البطاقة تدخل على المتجر ثم حزم البطاقة ثم سوف تجد هذه العمولات الموجودة التي تستطيع جمعها من مكان أو آخر تستطيع جمعها من خلال فتح هذه تستطيع لنقل فتح هذه البطاقة الموجودة هنا بدون عمولات عاشرة لهذا لا حاول أن لا لنقل تستهلك عمولة العاشرة هنا إنما استهلك هذه البطاقة لأن عمولة العاشرة أصبح لها استخدام أفضل إذن هنا أزلنا البضاعة الأولى وهي هذه حزم البطاقة طبعا هنا مجموعة من الثماني يفضل لك تختيمها صديقي بالنسبة لي خطبتها كلها كلها موجودة لدي ومكررة وموجودة ومكررة لهذا صديقي حتى تستطيع فتح هذه الحزم الموجودة هنا يفضل استخدام بطاقة التنين سوف يكون ذلك أفضل وبكثر هذه البطاقة الصديقي الموجودة هنا إذن هنا حزم البطاقة خلاص أزلنا بالنسبة لسحر غضب التنين تستطيع الحصول عليه من الفعاليات المختلفة لهذا لا يستحق لنقل صرف عمولة العاشرة إلا إذا كنت بحاجته في فعالية ما أو شيء من هذا القابل بالنسبة لهذه البطاقة تستطيع الحصول عليها لها موارد أخرى تستطيع الحصول عليها مثلا من الفعاليات المختلفة من لنقل عروض الزنزانة السحيقة ومن أماكن مختلفة تستطيع الحصول عليها ولنقل بعد فترة معينة عندما تقوم بتختم كل التنين الموجودة في حزم البطاقة الموجودة هنا سوف تصبح هذه العمولات مثل عدمها يعني أن تستطيع فعل بها أي شيء وسوف تتراكم لديك فقط الآن نأتي إلى البضائع الأكثر أهمية دعك من الأسعار هنا نتحدث عن نوعية البضائع التذاكر المسحورة بعض الأصدقاء يذهب مباشرة كل أسبوع إلى شراء التذاكر المسحورة صديقي نعم التذاكر المسحورة جيدة لكن هنا يوجد ما هو أكثر فائدة منها وأكثر ما نحتاجه أكثر من البطاقة المسحورة سوف تقول لي يا عمر كيف البطاقة المسحورة نقوم بالسحرة التنين بها وغير من هذه الأمور صديقي البطاقة المسحورة إذا كان لديك تنين سيدة التذاكر تستطيع الحصول على أربع قطع يوميا هنا لديك مورد كذلك في دور الساحة إذا قمت بالقتال في دور الساحة فإنه تستطيع من خلال دور الساحة القيام بالحصول على عشر بطاقة هذه كل أسبوع إذا كان ترتيبك لنقل على حسب الترتيب المطلوب في دور الساحة تستطيع الحصول على عشر بطاقة هذا مورد آخر بالإضافة إلى الفعالية البدائية أيضا توجد فيها هذه البطاقة وكذلك لنقل الفعالية القديمة لنقل عندما يكون هناك متجر قديم تستطيع الحصول على هذه البطاقة إذن هنا لدينا عدة موارد تستطيع من خلالها الحصول على هذه البطاقات إذن هنا أجلها الآن تذاكر الزراعة طبعا لدينا مئات ميلا لنحتاجها بكثرة الاستكشاف نفس الشيء تذاكر التزاوش أيضا نحتاجها وتستحق الشرع لكن يوجد ما هو أفضل ميلا تذاكر فاقس البيض أيضا نحتاجها ولكن هنا لك أفضل ميلا بالنسبة لهذه أيضا نحتاجها لكن أفضل ميلا هذه نحتاجها لكن أفضل ميلا في اعتقادي أنه أهم بضاعة تستطيع القيم بشرائها من المتجر هي صندوق الأختام الممتازة وبعد قليل سوف أعطيك ما هي البضاعة الثانية والثالثة يعني سوف أرطيبها لماذا صندوق الأختام أولا هنا لدينا صندوق أختام ممتاز كما تشاهدون صندوق أختام ممتاز ونحتاج منه التمائم هذه نحتاجها بقوة لديك في هذا الصندوق من 90 إلى 110 هذه التمائم نحتاجها بقوة لأنه من خلالها نستطيع دمج الأختام وسوف تلاحظ أنه إلى الآن لا يوجد مصادر كثيرة في لعبة الثانية أسطورية تستطيع من خلالها الحصول على الصندوق الأختام الممتازة لهذا تبقى متجر العشيرة وهذه الصندوق المتاح ثلاثة كل أسبوع تبقى أهم الأشياء التي يمكن لك الشراء وعن نفسي كل السندوق التي تكون هنا إذا استطعت أقوم بشرائها لأنها تكون الأفضل ومد بدء لشراء هذه السندوق ولله الحمد استطعت الحصول على الكثير من الأختام الملحمية وفي طريقي للوصول إلى ختم أسطوري سوف أصل له لأنه لا شيء بعيد كل شيء ممكن بطبيعة الحال إذا بالنسبة لشخصيا أفضل بضاعة موجودة في العشيرة أو في متجر العشيرة هي صندوق الأختام لكن للأسف سعرها غالي سعرها 11.500 قطعة إذا قلنا أنه في كل يوم تستطيع جمع ألف قطعة فقط فإنه بالأسبوع سوف تستطيع جمع 700 من عمولات العشيرة إذا حتى تحصل على صندوق واحد يتوجب عليك العمل لمدة أسبوعين تقريبا أو أسبوع ونسف هل الصندوق يستحق؟ نعم يستحق لهذا قلنا شيطا ومجتهدا وحاول جمع قدر ما تستطيع من العمولات لشراء الصندوق لنفترض أنه لا تريد الصندوق أو لنقول لا تريده أو لنقول استطعت الحصول على ثلاثة الموجودة هنا وتريد شيء آخر لتقوم بشرائه بعمولات لنقول العشيرة ثاني هذا بالنسبة لي شخصيا ثاني أفضل بضاعة يمكن لك شراءها هي البطاقة المسحورة أو التذكرة المسحورة هذه تستطيع شراءها لأنها تعتبر شيدة لماذا؟ ذكرنا لها مصادر ولكن كلما كانت أكثر كلما كان أفضل بالإضافة إلى أن سعرها مناسب لدينا ثلاثمائة من عمولات العشيرة تحتك بطاقة واحدة هنا أتمنى بالفعل أن تقوم اللعبة بإعادة النظر في الأسعار لأن الأسعار هنا مرتفعة جدا من نسبة لعمولات العشيرة الأسعار مرتفعة جدا مثلا هذه البطاقة من المفترض أن يكون سعرها فقط ألف ألف من هذه العمولات كافية جدا ويزيد عددها مثلا إلى ستة أو سبعة هنا متاحة كل أسبوع سوف يكون العدد جيد لكن هذا ما هو موجود إذن هنا أفضل بضاعة هي هذه الموجودة هنا سنتقل أختب ثاني أفضل بضاعة هي التذاكر لنقول الذهابية الموجودة هنا أو التذاكر لنقول النجوم السحرة أو الموارد المسحورة ثالث أفضل بضاعة هذا بالنسبة لي شخصيا هي تذاكر التزاوج لماذا تقول تذاكر التزاوج أولا عندما تكون هناك حروب تفقيس أو تكون هناك فعالية لنشارة وغيرها من هذه الأمور هذه تستهلك بكثرة يعني يتم التهامها التهاما لهذا هذه تأخذ لنقول تساعدنا على الحصول على الكثير من التنين ولكن بنفس الوقت تسهلك بسرعة ثالثا هي لنقول أفضل من تذكار بيد مزدوج لماذا؟ لأن تذكار بيد مزدوج تستطيع استخدام واحد لمدة 12 ساعة لكن هذه تستخدمها بسرعة لهذا هي تعتبر ثالث أفضل بضاعة رابع أفضل بضاعة هي هذه الموجودة هنا هذه الموجودة هنا سوف تقول لي يا عمر لا تذكار لنقول هذا الموجود هنا سوف أقول لك صديقي هذا لا يستحق أولا لأن سعره غالي جدا 24 ألف قطعة لنقول قطعة ثالثا يمكن الحصول عليه من تذكير اسمه رو سيدة سنانين تستطيع الحصول على خمس قطع من هذا بشكل شهري يعني كل شهر تستطيع الحصول على خمس قطع لهذا يفضل أنا لدي 81 قطع كما تشاهدون لهذا يفضل أن تترك هذا لنقول أو تشاري بدل منه مثلا بدل من أن تشاري هذا يفضل شراء اثنين من السنادق هنا سوف يكون أفضل مثلا اثنين من السنادق هنا سوف يكون أفضل من هنا إذن حتى نرتبها صديقي هذا أفضل بداعة هذه تعتبر ثاني أفضل بداعة هذه ثلاث أفضل بداعة هذه أرابع أفضل بداعة أو مثلا ما تستطيع اختيار ما تريده هنا طبعا أنا لا أقول لك اشتري هذا أو تشاري هذا أنا أرتبه على حسب لنقول ما أفضله أنا أنت تستطيع استخدام ما تحب قبل طبعا لهاية الفيديو سوف أقوم بشراء ثلاث سنادق موجودة هنا وأقوم بفتح أربع سنادق ثلاث سنادق هنا وصندق في تذكارة مور السيدة الثانية إذن بسم الله أتمنى فقط أن نحصل على أختم جيدة طبعا هنا بالنسبة للأختم أنت وحدك أنا مثلا طلع لي نكاية أزرق ونكاية لا أستخدمه لكن أنا عيني كله على الموجودة هنا طبعا هذه الأختم حتى لو كانت خضراء فهي تعمل لديك تراكم يعني تجمع وتجمع وتجمع وعندما تدمجها سوف تحصل على أختم ممتاز طيب نضغط على السيلة نفتح الصندق الثاني وأتمنى أن يكون الحد أفضل هنا لم نحصل على ختم أزرق كما تشاهدون لكن حصلت على أختم أستخدمها لدينا قابل وأعجوب أستخدمها بكثرة ولدينا 93 من هذه العمولة طيب آخر صندق موجود هنا هنا لا يوجد ختم أيضا أزرق لا يوجد هنا لدينا أعجوب أستخدمه بكثرة وهو فقط أعجوب الذي أستخدمه بكثرة والتمائم إذن هنا يقول أن هذا الصندق يوجد فيه تمائم فقط إذن هذه الثلاث سندق التي استطعت الحصول عليها الآن صديقي سوف نذهب مباشرة إلى فتح الصندق الرابع الصندق الرابع صديقي هو الموجود هنا كما قلت بالنسبة للتذاكر العرين الإضافي هذه الموجودة هنا تستطيع الحصول على خمسة كل شهر باقي تقريبا 12 يوما حتى تنتهي التذكرة وسوف أصل هنا وأصل هنا وأصل هنا لا يوجد لدينا مشكلة سوف أصل وطبعا إذا سألتني صديقي كيف أستطيع ملء هذا الشريط هنا وأجمع هذه النقاط هي أساسا بالحصول على تنين الشهر وتكراري تنين أسطوري تستطيع الحصول عليه وتكراري يملأ هذا الشريط بسرعة طيب نختار هذا الصندق ونرى ما الذي سوف نحصل عليه هنا كما تشاهدون متهور أستخدمه بكثرة أو أستخدمه أعجوب أستخدمه بكثرة وبقية الأختم أستطيع الحصول عليه هنا حصلنا على 95 في المجموعة تقريبا حصلنا على 400 عملة وهذا أمر ممتاز جدا هنا حصلنا على أكل ولاحظ هنا صديقي لاحظ هنا كما تشاهدون حصلنا لنقل على عمولات لا بأس بها وهذه العمولات دائما تستطيع التوجه إلى هنا ثم القيام لنقل بترقية الأختم أو لنقل بالدمج الأختم وبالتالي تستطيع الحصول على الأختم ممتازة هنا سوف ندب إلى المخزن نعود إلى المخزن وسوف تجد أنه نقاء جاهز ليكون لدي ملحمي كما تشاهدون أعتقد حتى أعجوب أستطيع وضعه هذا أيضا ملحمي مول جائز كذلك الهيكاية جائز إذن ثلاثة من الأختم جائزة لتكون ملحمية جائزة لتكون ملحمية كما تشاهدون طبعا نقع أن نستطيع أيضا دبجه متهور جائزة أيضا ليكون ملحمي كما تشاهدون مثال إذا وضعنا هنا دمجناه سوف نحصل على ملحمي طبعا يحتاج الأمر إلى استمرار بالنسبة لأختم الملحمية لدي مجموعة من الأختم الملحمية كما تشاهدون لدي أعجوبة هنا أعجوبة هنا ثلاثة من أعجوبة ملحمي لدينا خراب ملحمي لدينا قبول ملحمي لدينا هنا لنقول سحر ملحمي وكذلك لدينا نقاء ملحمي كما تشاهدون إذن مجموعة من الأختم الملحمية هذا لم نحتسب الأربعة الأختم الملحمية الجائزة والتي نحتاج فقط للعمولات أو لنقول أحجار هذه الأحجار الموجودة هنا حتى نستطيع القيام بدمجها وبالتالي الحصول علىها لهذا سنضيق الأختمة الممتازة بالنسبة لي هي تعتبر أفضل بداعة وخصوصاً أن نحصل منها على هذه العمولات الموجودة هنا وإلى هنا صديقي حلقتنا تصل إلى نهايتي أتمنى أنك سمتعت بما شاهدت ونكون قد أفدتك ولو قليلاً أعجبك الفيديو من فضلك دعم بالشراك في القناة وكذلك فعلي زر الجرس حتى تستطيع توصل بجديد الفيديوات التي أقدمه وشكراً جزيلاً لك لمشاهدة هذا الفيديو